امام بخاري بسم الله الرحمن الرحيم انعنى بالضبخ و قذنج امام اين لله لا تسمين الا واحد اما eseاتو بشكل جيد سبحانه وتعالى تنهان نوت نول نبيه تنهان الازمان دور ارابيه و غير عرابيه نحن مانا اگر بلئ بعبلا من زره السمان ها روح سو بخلط أو كرام بها أو حلقة ثمية تعافين هذا يعني لا أرى أن تكون عمالة تعافيا ورحتنا على فرق بها تعافية تعالى أن تكون كراما يعني بما أنها تكون فأنا هي فريئة جيدة وجدون يؤمنوا وعادة حكومات ممكن اذا كان جديد دائماً وغير جديد في الأحيان نحن نحن نمط إن الله مهاتس من إلا واحد ويحصلتم بقيت جديد والمقلة الآخر في حيث إنه تفهم معالك من الله ونحمل حسنا ومن الله ونحمل حسنا حسنا وطابق معنى ونحمل الحسن ونحمل حسنا ونحمله الله ونحمله ناوي إخوة وانيا ناوي كان حسنان قورن قرنقي إخوانيا ما ناوي إخوانيا أول شيء يتفرمه إن لله تسعة وتسعين اسمان مئة إلا واحدة ومن أحصاها أفوا من أحصاها دخل الجنة لرأى الله أحصيناه وحفظناه معناه إحصائي بيكيك لما كان إحصاء معناه كذوة أقناه إحصاء تنهى حفظناه أقناه شكل المشان الإحصاء حفظه إذن أقناه إذا كان لاناوي كان سبقاك معناه ناوي لاناوي لا تتفيد سنسخه ما إن حصائي يعني یا مبذير إن سابقاك معناه سابقاك تمما أحسائي يعني أنه يكون قد يمكنك التفكير كما تعني ذلك أولاً يتحدث عن إحصائي تفسير كذلك إحصائي بحفل تفسيره بجزء هذا إلا تال أحدكم فراشه وليرفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أغفع إن أمسكت نفسي فغفر لها وإن أغفرتها أحفر لما تحفر به عبادك الصالحين تابعه يحيا وبشر المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي مريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد زهير وأبو ضمرة والسماعيل زكديا عن عبيد الله عن سعيد عن نبي مريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه من عجلان عن سعيد عن نبي مريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد الملك عن الجبعي عن الجريفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أرى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حدثنا سعد بن حرص حدثنا شيبان عن موصور عن ربري بن اقتراج عن خرشة بن الحر خرشة عن خرشة بن الحر قال نبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مرجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا فإن أستيقر قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حدثنا فتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن موصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي لأهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا حدثنا عبد الله حدثنا فغلل عن موصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أمسل كلاب المعلمة قال إذا أرسلتك يا بك المعيهة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل وإذا رميت بالمعاريب بالمعاريب فغزق فخزق فكل حدثنا نوسو بن موسى حدثنا أبو خالد الأحمر وقال سمعت هشام هشام بن عرب قروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت قال يا رسول الله إن ها هنا أقوام حديث حديث عهدهم بشكل يأتون ببحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا تابعه محمد بن عبد الرحمن والدار وردي وأسامة بن حرس حدثنا حرس بن عمر حدثنا إشار عن قتابة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش ليسمي ويكبر حدثنا حرس بن عمر حدثنا شعبة عن الأسدر بن قيس عن جند أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النقب صلى ثم خطر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكاننا أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله حدثنا أبو نعيم حدثنا رقاه عن عبد الله بيدينار عن ابن عمر رضي الله وعندما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرفوا بآبائكم ومن كان حارفا فذيحرف إلا إمام بخاري رحمه الله ومن كان حارفا بس أليك جريغمان بوأكاد ومن كان حارفا وردي حدثنا من بي مسأليك هي لا عقيدة أسماء الله هل هي هو أم لا أسماء الله هل هي يعني أسماء هو يعني الله أم لا أما أسألة يعني تشغيبا ومشاكسة وحديك لأهل بدعا قديما وحديك لأهل أهل شاعراء وحديك لأهل وحديك لأهل أسماء الله هل هي هو أم لا ناوكان إخوة آية ناوكان إخوة خود إخوة ين جواز ين نخير ين فيه تفصيل طبعا ما اگر بأهل سيشب الله إلى عوام خلق الله ناوكان إخوة تعالى ناوكان إخوة إخوة خود إخوة جواز للناوكان زور بأسانية يقول لأيكاتو طبعا ما كون الله كون الله كون الله يقول لأيك يقول لأيك ابن بطال شرحي بخاري الله مقصوده الإمام البخاري يعني مقصوده بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الإسم هو المسمى الله إسم مسمى فلذلك صحة الاستعاذة بالإسم لأن أتواني استعاذب اسم خواب ما دام أتواني استعاذب اسم الله كابو أسماء الله خدي خواب أما سألة أتواني أتواني رقل برام برام قرآن مخلوق هل هذه المشاكل بأمتها أتواني مخلوق أهل سنة لأن سلس و سلس يوجد تفصيل 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 في كرتب لأن لا يوجد تفاصيل مثلا تفاصلك او ايه چنمون ايه باسك الله خلقنا ايسا اسم الله خلقنا يان الله ذاته خلقنا ذاته الرحمن اسم لله سالرحمن ذات الله يا اسم الله الرحمن اسمه اسم الله الرحمن اسم الله كابو اقر او جمليك بكاري او جمليك بكاري اقرأت يا الله اقرأت يا رحيم اقرأت لنلتقل بوكاري المسمى الرحيم المسمى الرحيم ونحن بالدنت كابو امبابي دانا او ردي اوكا او انيك دالين اسماء الله خد اخوانيا اخير اسماء الله خد اخوانيا اسماء لله كابو أمس مذهبا عنها نعلم مطلقا بشواذهي قشتي أسماء الله هي هو نعلم أسماء خلي خوايا ونجلين أسماء الله غير الله أسماء الله غير الله بوتي وأسماء الله اللعنين بل أم هندك جار بكار إهندرين وكو خوي نعلم أسماء الله بوتي خلقني الرحيم ها استاء الرحيم ذات الله ما بسم بي ذات الله ما بسم ناوكيتي لبروة الله ذات الله نعلم ناوكي واضحا بويا أهل السنة زور بدقيقي وقرآن وكو السنة هاتون قسيان كله أسماء الله نال هي هو ونجلين غيره أسماء له أسماء له ناو أسماء الله ويقول لك ما بسم ناوكيه ناوكيه لبروة ذات بكاره ناوكيه لبروة ذات بونا الله خالقنا يعني ذات الله الرحمن خالقنا يعني ذات الله ناوكيه لبروة ذات الله ناوكيه لبروة ذات الله حافظ بن حجر ناوكيه لبروة ذات الله 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 من أموكيه لبروة ذات الله هل من أموكيه لبروة ذات الله يتبقى أنه كان هناك علمي لعلماء معروفة الإسلام لحفظه بن حجارك ونوويك وقالب لعلماء قولي أيها قولي أشاعرية يعني غيري أشاعرية موافقي مذايب تلك كدوة يعني هذا الخوي باجتهاد أشعرية إما علماء تبديعناك علماء تبديعناك من أغيب أشعريات مخالفة منهج سلفة باطلة ورينة أقرب في غنبري خاصة سموينة كدوة صحابة ورينة كدوة ورينة كدوة صحابة ورينة كدوة ورينة كدوة ورينة كدوة من نايم تبديعك ومن نايم تبديع حافظة بن حجر كميان نوويوك كميان كساني لعلماء الإسلام باجتهاده وكوتونة نيوها لكانا ونظري إما كحاليا فرقها لنيوان أو ككسي كفره أو كفره ما تخطي نوويوك كما تخطي كدوة ورينة كدوة فالتفاصيل لك كانت تكفير في عام الأن لن تبديع شهر تكفر موانع تبديع موانع تبديع فالتفاصيل نعلم تبديع لك علم يعني إجتهاد فالتفاصيل نعلم وعندما أجتهادتها الله كما تبديع تقليده جهل يجب أن يكون زالت ويجب أن يكون لهذا ويجب أن يكون أشعره ليس الإعلمي ويجب أن يكون أشعره كأنه سلسل المشرك ويجب أن يكون هناك ما هو معزورة معزورة مقلدات فقه ملايك علمي في كمي بها صالة هذه صالة لبردست مستعين درس اخوانية كأشعر مذهبا يعني كل مذهب يعني كل مذهب علمك يشتن ساقي كاما حق وصابة وكسب تبديعه وعداءه ودجمناتك لك الله كأنه هو دجمناتك معملي لك الله نخير ولكنني تتعلم بأن نصري منهجي حقا مواجبا فلنرح كنابية تجاوز وتعداءه وتصار مخالفك لأنه اهل الإنصاف ايهل الإنصاف عندما يقولون وهابيين مجسمين كافرين جاسوس وعندهم نرى 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 لا يجب أن نعرف لا يجب أن نقوم بشكل الشيء يجب أن نعرف حقيقة ما ترمي بشكل شيء لأن يبدو أن التعليم لأهل العلم ومن التعليم ومن التعليم التعليم يبدو أن يبدو ان يكون هو البيت الحالي قلاب بيه كما تصبح كما تطلبه من محاولات الله كانت فالإنسان الاخلات أيضا أنه يتعلم اللهم إذاً نحن هناك لا تشتريد القرآن لا تنصبه 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 لأنك لم تدعوه و لكنه لا يعمل معناه معناه و لكنها تطبيق و لكن لا يجب ان يكون و يجب ان تكون ملفين و ملفين و هم أكفر و مبتدع و لكن عندما يجب أن يكون الفترة بينهم و رجاوة صراعة و اشعروا يا رواية ، يا مجسمة ولكن هناك نصيحاتي يوجد أن أصلاً يتسهد منابره، سوشيال ميديا، نظام ردود خلقه ولكن هناك نظر علمي بحث شيء عامل شيء عامل هناك طلبة علم مبتدئ مبتدئ لا يستهدر بشكل مبتدئ ليس لدتبط دي المجرد بحث ليس بحث إذا كان أش 드هر بالمقابلة فهنا يتعبون مقابلة وقد إداء الدجمال يتعبونه مما أن أشياء المعرفة فإذا كنت أكثر نفسكم أن العالم مجتهد إلى تبديع نكري وأن المقلد من نكري وأن الكتاب العلم للتبديع نكري وأن يكون إسراثة لا يعطيه نسائل لا يعطيه مجتهد لا يعطيه وإنهي مبتدّع أكثر مبتدّع صاحبه يا إخوي معالمك صاحبه هواء و معانده متابعك صاحبه هواء و معانده مقلدك بزاني شيخكي هلالهوهر شوانيبكييه امانيا امانيا اصلا مشهور لتاريخ النصري اصلا مشهورن بعلماء اما اجل علماء كنتون امهلانوا هذا هو في بيان باريزي أجناء إذا كان هناك زربي زانيان بيكاعدة زربي زانيان خسارة ونهج بين زانيان من لوانيك شون كوتوين من هجه سلفا تبدئ وزانيان بكا برون التواوي شرح كان زانيان كانت رد ابن حاسر الله رحمه الله قال رحمه الله وقونه بعيد والآن قد يدعوه ونحن نقوله قولك صحاب نية ونحن نعرف تقوم بموضوع ونحن نعرف بسم ربك بسم ربك أو ايه ناوة وَالَحَدِيثِ دُوَمَا اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَى وَأَمُوتُ بِاسْمِكَ نَمُوتُ تماشا يعني اسم لك المسمى جاوازا بلاندرس شبون منا استعاذا بأسماء الله بكري بسم الله اللهم جنبنا وَهَرْوَهَا لَحَدِيثِ كِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ لِقَلْبِدًا إِسْمَ اللَّهِ اللَّهُ وَاسْمُهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ وَهَرْوَهَا تَوَاهِ وَهَرْوَهُ 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 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَدْعُوهُ بِهَا سَيْفَدْعُوهُ ضَمِيرَكَ بِكَنْ فَدْعُوهُ مُفرَد بِهَا بِالْأَسْمَاءُ كَابُوهُ حَقِيقَتْ أَسْمَاءُ ذَاتْنِيَةَ أَسْمَاءُ اللَّهِ ذَاتُ اللَّهِ وَهَرْوَهُ أَسْمَاءُ اللَّهِ ذَاتُ اللَّهِ بَلَانْ لَبَلَوَيْكَا أَهْلِ بِدْعَاءِ إِسْيَنْ بَمَهَا لَوْسَرْ مَزْمُعَيَكْ مَانْهَا أَيَا نَوِي بَلِنْ أَسْمَاءُ اللَّهِ أَسْمَاءُ اللَّهِ وَهَرْوَيْكَ وَهَرْوَيْكَ تَعْطِيْ لِأَسْمَاءُ اللَّهِ وَهَرْوَيْكَ لو لا شيء نجم سريد وموكوم ردي أبنى أبنى النخير أسماء الله هي هو أسماء الله يعني الله هدولان باطلة قولي حق صاب لله الأسماء فادعوه بها بوشي وازا كباس مانكت والله تعالى ماذا يذكر في الذات والنعوة وأسام الله وقال قبيل وذلك في ذات الإله فذكر ذات باسمه تعالى حدث أن أبنى أخبرنا شعيد عن الزهري أخبرني عمر بن أبي سفيان بن أسد بن أسد بن جارية الثقافي عليكم لبن زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة قال فأخبصون الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم أبي بولو الأمصاري فأخبرني أريد ذات وعياغ أن أبنة الحارة أخبرتهم أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسم يستحج بها فلما أخرجوا من الحارة يقتلوه قال أبي بولو الأمصاري ولست أفادي إن أقتل المسلمة على أي شق كان لله مصمعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أمصار شروع يمزعهم فقتله ابن الحارة فأخبر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم خرارهم يوم رحمة إخوالة إمام بخاري اللهم أمين باب ما يذكر في الذات والنعوت يعني الصفات وأسام الله كابو هناك فرق بين الذات وبين الصفات وبين الأسباب ذاته واحد ذات إخواليك ذات كلمة الذات آية بكار هاتوا بلي خد بكلي بلي خدي خواه خد يعني الذات كابو رأسة كلمة جسم واردني لفظا بلان ذات واردة ذات بخوية تعالى دانري خوية تعالى ذاتيه بمعناي حقيقة ما هي النعوت يعني الصفات كابو خوية تعالى الصفاتيه أما رد لسر معطلة بها مباشرة نفات مفوضة أو نشك هندق للصفات إثبادك وزور بي إثبادناك ورد لسر أو نشك أولين بخوية تعالى أسماء شنية أولين أسماء الله غير الله رد لسر أو نشك كابو خوية تعالى ذاتيه وصفاتيه وناويهه لذا هندق أدل لهنا ودودا إلى أنك هنا وقال خبيب أم تصرفي إمام بخاريه بيوت تعليق معلق حديثك أثارك أقر نالي حدثني فلان قال حدثنا فلان يكسب الله قال فلان شيخ يخوذنا به ياندو شيخ يانسيان يانسر ويانه حتى في غنبريه وصفاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفيث معلق ما دام حثف كل شهر دوا لأول سنة بويا حديث معلق كامية ما حذفا من مبدأ إسناده راوين فأكثر ها أستاء هل أم ميكبا معلقه ناويتي هل أم قصيك لحديثك دواعي وعاتوا كابو وذلك في ذات الإله لازماني صحابيك وكخبيبة كلمي ذات بو الله إثباتك لاوة و لجدير الشعركان دافرمي وذلك في ذات الإله كابو لفظي ذات بو الله بكار أهين ريت و بالقرشة لسرعوي كجاوازا لا صفة وحديثي تريشمان هيا يكي قلوانا حديثي بو خاري مسلم أن إبراهيم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات كفي الصورة كذبات لكنها في الحقيقة كذبنية إبراهيم معصومة إلا ثلاثة كذبات إثنتين في ذات الله لحديثي كتير ذاتوا نكتبكي خوتانية دو داني في ذات الله ولحديثي ابن عباس ذاتواكا ابن أبي الشيبو غير عن روايتكا نفرمي تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله كابو إيا من أهل السنة باورما بذات الله لفظي ذات مصطلحي ذات بوع الله هيا بله بارده بالله تعالى ويفحرره ونفسه قوله جاء ذكره تعالى ما في نفسك ولا آمن ما في نفسك حدثنا عمر بن حقس بن رياث حدثنا أبي حدثنا الأعبش عن شريب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما من أحد أغير من الله من أثر ذلك حضر الخواهش وما أحد أحد إليه لقدكم من الله حدثنا عبدان عن أبي حمسة عن الأعمج عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه فهو وضع هنده على الأرش إن رحمتي تغذب وضعي حدثنا عمر بن حقس حدثنا أبي حدثنا الأعبش سمعت أب صالح عن أبي هريرة حدثنا أبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ضل عنه به وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقضر إليه بشبر انتقضرت إليه غراعا وإن تقضر إليه غراعا انتقضرت إليه باعا وإن أتاني نوشي أتيته هرولا إمامي بخاري رحمه الله بمبابة كلمي نفس لفظ نفس أخوة تعالى وصفة نفس أخوة تعالى إثبات يعني أخوة تعالى نفسها نفسك مخلوقني نفسك تجعل نفس الله مخلوقه ويحذركم الله نفسه لم تتعلم لم تتعلم كباسي أسماء صفاته إمامي بخاري ما قاله أمبرغانه هنا أهل السنة وجماعة منهج السلف كلمين نفس صفين نفس نفس بمعنى غريزنا نفس بمعنى غريزنا نفس بمعنى غريزنا نفس بمعنى الروح بمعنى غريزة وكذلك وكذلك قاله نفسه ونفسك وكذلك حديثه هذا كل حديث لآيتك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وكذلك ما هي تعلم ما في نفسك 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 نكفي ظاهري ناخ كلمين ناخ كلمين ناخ كلمين ناخ كلمين ناخ ظاهر باطن أيضا لله نفس تليق بجلاله سبحانه وتعالى وكذلك لفظ نفس نفس كلمين ناخ كلمين ناخ كلمين ناخ تفسير كلمين ناخ وهو يكتب على نفسه لحديث دوما وهو وضع أو مصدر بمعنى مفعولة يعني وهو موضوع وكو خلق بمعنى مخلوق ووضع عنده على العرش واروها لحديث كيكوتا نفس هاتوا يعني بويا صفتي نفس للا يعقيد أهل السنة وجماعة إثبات ذكره إمام ابن خزيمة لكتاب التوحيد لك كيككك ككتب ورنجا كان يؤذر درس ودور بخين اتبع في كتاب التوحيد وهاروها لأن إمام ابن خزيمة هم علمك سلفية وهم لفقه اجدى شافعية علمك هو نفس المزنى ولا يوجد مهمة لعقيدة وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد أول ما نبدأ من ذكر الصفات خالقنا ذكر نفسه ذكر نفسه جَلَّ رَبُّنَا عَنْ تَكُونَ نَفْسُهُ كَنَفْسِ خَلْقِهِ يَكَّمْ شَتَيْقَ لَلَّهِ لَعْقِدَهَ بِقْلِينَ بَلَمْبَرْ بَأَ اللَّهِ أَوَيَكَ بَاسِ نَفْسِ خَلْقٍ أَنْ نُثْبِتَ لِلَّهِ النَّفْسِ نَفْسِهَي نَفْس بمعنى أو نَكَ بمعنى إشْرَوَوْا غَرِيزَوْا نَفْسِهُ كَنَفْسِ خَلْقِهِ وَهَرْوَهَا شيخ الإسلام بن تيمية فرميه وَنَفْسُهُ هِيَ ذَاتُهُ الْمُقَدَّسَةَ بَالْلَّهِ نَفْسِهِ بَالْلَّهِ نَفْسِهِ بَاللَّهِ بَالْلَّهِ 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 وَالْلَّهِ وَالْلَّهِ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ فُلْهُ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَلَابًا مِنْ تَوْقِكُمْ وَالْلَّهِ سَلَّهِ أَعُوْضُ بِوَجْهِكَ وَالْلَّهِ تَعْتِ أَرْفُرِكُمْ فَقَالَ النَّفِيهُ وَالْلَّهِ امام بخاري رحمه الله أخبره إثبات صفتي ذاتي وجه يقول الله يا أخوة تعالى وجهه وجهه ما يقولون دم دم لا الله يقولون رخسار يا أخوة رخسار وجهه وجهه كي يليق به سبحانه وتعالى لا يقولون لا يقولون لا يقولون أبدا كلمة وجهه أخوة رخسار 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 أعوذ بوجهك شاهدك أو أعوذ بوجهك أخوة أخوة إثبات إمام بخاري لله وجه وقرآن أخوة تعالى كل من عليها فان تأكد كيفية كافر المسلمان شاهدت إمام وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ دقلتي أماكن كي سباسكين وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ فَعِلِي يَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ وجهه مضاف ربك مضاف إليه دعا وفرميه وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو نك ذي ذو وَجْهُ رَبِّكَ يعني ذو الجلال وصفه بك بوجه نك بو رب وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذي الجلال نك وجهك يخوا ذو الجلال وَجْهُ رَبِّكَ يَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ يَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ أفرميه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور حجابه الله نورا لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُوحَاتُ وَجْهِهِ مَنْتَهَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ حجابك سر رخصاري خويلادا كلا النورا أو دروا الشاويين رخصاري الله حموء واني أسوتانك تشتيا مبارك حديثك زور صريحة جباشة أما في سبتة إولاد بوايا حموء واني أسفل حسنا 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 دورانا مقصودا حسنا دورانا مقصودا بقات وخلقوا بلاسع بويا لَمُسْلِمْ دَعَتْ وَلَّا أَحْرَقَتْ سُبُوحَاتُ وَجْهِ مَنْتَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ سُبُوحَاتِ وَجْعِنُورُهُ وَبَهَاءُهُ وَجَلَالُهُ بويا عَقِدْي أَهْلِ السُنَّةُ وَيَكَا للهِ وَجَهُ مَقْطَئِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَا أَوَابَ ذِكْرُ ذِكْرُ الشَّيْءِ ذِكْرُ الشَّيْءِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْكُلْ هَرْشَنْ عَمَبُوا اللَّهِ بَعْضُ كُلْ إِثْبَادْنَاكِنْ لَفْضِ جُزْءُ بَعْضُ كُلُّ إِثْبَادْنَاكِنْ إِثْبَادْنَاكِنْ مَكَارِنَا يعني بَلَامْ خَيْتَعَالَاكَبَاسِ خَيْدَكَ يعني وَجْهِ بَاسْدَكَ كَمُعَضَّمَ وَذُوَ الْجَلَالَةِ كَابُو ذَاتِشِ مَقْصُودَةِ هَمُوكَ سِدْ أَمْرِهِ بَلَامْ خَيْنَاكِنْ بَلَامْ إِثْبَادْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَا وَجِبْتُمْعَ عَلَى عَيْنِ تُغَذَّى وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُ تَهْلِ بِعْيُونِنَا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جميلية عن نافعين عن عبد الله قال يكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يدف عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عينة طافية حدثنا حرص حدثنا حرص حدثنا شعبة أخضرنا قتالة قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أن ترى قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربك ليسه أعور مكتوب بين عينه كافر بإمام بخاري رحمة الله رحمة الله وإثبات شعب 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 أول شيء يقول إمام بخاري هذا هو يقول لتصنع على عينه يقول بأعيننا بآياتك هناك حديثي فقط كدجال يكتشابيها واتا الله أعورني يعني تشابيها كابو أو لفظانيك هاتون لقرآن وحديثة بمفردش هاتون بجمعش هاتون بمفهم مخالفة بتثنيش هاتون وكل فظ نهت وبعينين هذا هو مزانا ما بينيه حديثك عينين حديث دجال عندما يقول دجالك كأعورا مفهمك ويعني لله عينين علماء أما موضوعين كدواء آيات مفردة تصنع على عيني أو جنسة أول منا وكذلك ولله المثل أعلى عندما يقول aba كأعين ما هو ؟ أنت بعين عينت كأعين علماء لا الناس ونحن نتعلم عنه ونحن نتعلم عنه ونحن نتعلم ونموني القرآن صغط قلوبكما قلوبكما فهذا قد تعتبر ونحن نتعلم ونحن نتعلم عنه ونحن نتعلم أو نتعلم لعلومي لغة جمع بمعنى تثنية وين نتعلم حديثه بمعنى أهل الاجمعات والله تعالى وخيرا لهذا معنى الجمه كيف يكون هذا 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 تشمرك هذا لكن أما عنه؟ إنه يجب قد أعلم الله كيفية لأنه هم المتكلمين ومع الرئيسات على المجموعة، المعتزلات وغير وتعالى كل شخص ما شخص وخصوص وخصوص ومجسمة و لا تدام أولاً لأنه يومي فالوحيح فالوحيح إذا كانت تقريباً وفي تدام أولاً فأنا فقط فأنا أجل فأنا نجل فأنا نجل فأنا نجل وفأنا نجل فلا فلا يجب لا يجب الذاتي الله تعالى إما أوصفة لماذا أعلم ذاته إما الإسلامة فيها إلى الدنيا أو خوة شعوية سمعية وجهية كيفية لا إما معلومة بل وحدثنا مبيب حدثنا موسى هو أدنى أرقب حدثني محمد بن يحيى بن الحبار عن ابن مهدز عن أبي سعيد القدري في غزوة بني المصطلق أنه أصاب سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملنا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم علي العزي فقال مع عليكم بلا تفعلوا فإن الله قد كتب أنه هو خالق إلى يوم الكيامة وقال مجاهد عن قزاعة سمعت أبا سعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله فارغها إمامي بخالي رحمه الله بان بابا ردي معتزلاء داتوا تلك معتزلاء دالين خواه خالقني حتى خلقك نكات خلقك نكات خالقك نكات يعني الصفات خلقه برءه تصوير يعني كيف سعيدك وكيف سعيدك وكيف سعيدك معاذ الله بإمكانك كما أرى أرى وكيف سعيدك لديك هل سعيدك هل سعيدك هل سعيدك معاذ الله أرى معتزلاء أرى كيف سعيدك أو أنجاء خالقك اذا أرى خلقك أو خالقك تصويرك أو مصورك بديه أو بارئ أهل سنوان أرى أرى كيف سعيدك خالقك كيف سعيدك تصويرك مصورك كيف سعيدك بديهنان بارئ بديهنر واضحة وكيف سعيدك تحاويات بسيء وكيف سعيدك معتزلاء يعني متصفة بمصفتنا كيف سعيدك كيف سعيدك كيف سعيدك تصوير وكيف سعيدك بديهنان كل شيء وآيتي كفرمية لسولة حشر هو الله الخالق البارئ المصور تماشى الدقة ورزبا لكي قرآن خالق بارئ بارئ بمصور لأن كل شيء كل شيء مشترك لبديهنان بديهنان بأن هذا يوجد ولكن هو خالق كيف سعيدك المصور كيف سعيدك خالق يعني بارئ لأن يوجد 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 ويوجد نعم خالق بارئ في الأزل وفي الأبد والله معنى كان جوازا خالر لسري بنساء مبدع الأشياء مبدع الأشياء على غير مثال سابق مبدع الأشياء على المدينة إن لم تكن من مدينة يبدو أن المدينة لا يوجد من المدينة المدينة لا لا يوجد من المدينة إنسان أدما ما أبو أن المدينة والله والله فقط خلق خدوة بلان اوى كوا درعه هنا لكسي كتربون هنا توي لا بعوك الدرع هنا توي لا كري بعوك لا بعوك دبوي لتوم من دعلي كتربة وهروها اما بيوتي بارئ كابو بارئ موجد الأشياء ومظهرها إلى الوجود من أصل ومن غير أصل يعني استخالق عما ينبارئ بارئ عن بوية من أصل ومن غير أصل كتويل باوك درهنا أو برأة ببي أصليش ببي أصليش كابو يستعى الله بارئ أبو آدم ينبارئ خالق أبو آدم ينبارئ خالقه كابو خالق بمعنى ككسك لا ببي مثالي السابق بارئ مصور جوازه مصور شخص أيها المصور السابق جوازه لما لا نقول أيها المصور جوازه هو يوجد اختلافي ألوان بوية الخالق البارئ المصور همو أماني هنا وفاية تعالى بوية ويكا ردي إمامي بخاري همو أماني هنا عفوا بوية ردي معتزلي في أبدات وبلع قبل الله تعالى لما أخبرت بيدي حدثني معاجر الفغاية حدثنا نشاء عن ختالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجمع الله من إن يوم القيامة كذلك فيقولون يو استشفعنا إلى ربنا حتى يفيحنا بمكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلق كالراب بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربنا حتى يفيحنا بمكاننا هذا فيقول لست هناك ويذكر له خطيئته التي أصابها ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسولي بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتوا من النوحا فيقول لست هناك ويذكر خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا إبراهيم فإلى الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناك ويذكر له خطيئته التي أصابها ولكن ائتوا نوسى عبد الله ورسوله وكلمته والروحة فيأتون عيسى فيقول لست هناك ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله وغفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر فيأتون لي فأطلقه فأستأذم على ربي فيأذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي أرفع محمد وقل يسمع وسن تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي لمحامد علمنيها ثم أشفع فيحب لي حدى فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال أرفع محمد وقل يسمع وسن تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي لمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحب لي حدى فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال أرفع محمد وقل يسمع وسن تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي لمحامد علمنيها ثم أشفع فيحب لي حدى فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليهم قلود قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا بله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزد شعيرا ثم يخرج من النار من قال لا بله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزد شعيرا ثم يخرج من النار من قال لا بله إلا الله وكان في قلبه ما يزد من الخير ذرا إمام بخاري رحمه الله دستيها ودودستيها ودستكان الشيح حقيقين وتأويل ناقر بوهج صفات كتير وبلغي زرهات لقرآن السندة لسر مسليا يعني لقرآن دام أقر هندق لوانا بخنين وقالت على أفرميه وقالت اليهود يد الله مغلولة يد الله معلومة كيهود مبسيان يد ومبسيان قدراني يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يان لا يتكترى فرميه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يان لا يتكترى فرميه يد الله فوق أيديهم يان أفرميه بيده الملك يان أفرميه بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ولتشندين أدي الليتر دا لو حديثانيك هاتولا بابك دا لحديثي حوت الزارد شعصد دا أما ترى الناس خلقك الله بيده يعني خلقيك هاتي يقل ساحي عرصادة لمحشد نارحة بو إخوة تعالى يعني حسابيا لقلبك نارحة بنا تسلم بلاي في غنبلان بو يشتيشان ببكا له موقفة فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده تبا شخص قدرت بيده خلقك الله بقدرته أي خوانيك بقدرته درز نبون أي بو تبا سي باسي صفت يزور مميزي يزور جاكار بس تبا تخوى درز نبا يدرز نبا عندما تخاف، لكن يوجد فيها ثانياً، لمن خلص و يرى ثانياً، مثل اولاً فرصية يحصل اليواناً تقضي، مثلاً نصري، أعييراً تركيبات و عندما تخاف، أدامي يجعر بها أدامي يجعر بها جيدة في العرصات ، عندما تنتضي بها ، تفضيي اذا يصبح الهدى المنزل إنه يكون قدرًا هل ماهو قدرًا؟ عندما يكون الله خلقه و يجب أن يكون معرفة أنه يكون هناك تراجعات والأولى يكون هناك و في حديثات احد تجارك وإنما كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنه يكون هناك تراجعات فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي يعني رؤية الله بينيني الله ويقول لهم حديثة إثباتي ويقول مروفكان خوالي تعالى تبيني لو أني يقول لك هو رسول الله أوده يقول لهم ممكن ممكن بشر خواب بينه مدام ممكن ويقول لك تبينيني أمام سحركة بطاله موسى تبيني لخواه اذا كان مستحيل بطلقاً لدنيا وقیامته موسى تبيني اذا كان موسى تبيني مستحيل في الدنيا وفي القيامة تبيني لك ويقول لدنيا ويقول لدنيا ويقول لدنيا تبيني لدن حديثة دعوة موسى حدثنا أول يماني أخبرنا شعيب حدثنا أول زينات عن الأعراج عن أبئة غيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملا لا يغيثها نفرها سحاء الليل ومن نار وقال ورأيتم أن فرد خلق السماوات بالأرض فإنه لم يغب ما في يده وقال احشر على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفر ويرفع حدثنا مقدم من محمد بن يحيا قال حدثني عمي القاسم بن يحيا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم قيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك وهو سعيد أمالك وقال عمر بن حمزة سمعت سالما سمعت بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال أول يماني أخبار شعيب عن سعيد أخبار المسألة أن أبا قريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله أرضاك حدثنا مسدد سمع يحيا ابن سعيد من سعيد حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن مرية عبد الله أمن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات والأرض على الإصبع والجبال على الإصبع والشجر على الإصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده ثم قرأ وما قدر الله حتى قدره قال يحيا ابن سعيد وزاد فيه فضيل عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا حدثنا عمر محفص ابن فياث حدثني أبي حدثنا الأعج سمعت إبراهيم قال سمعت حقبة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقالك يا أبا القاسم إن الله ينسق السماوانة على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والثارة على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده ثم قرأ وما قدر الله حق وقدره لم حدثني تريك ما مستخدم دوا يعني ليساً أو يتعايا كإمام بخاري ما بسطي أو يتبم حديثنا وإثباتك بأخوة تعالى وجهيركات بأخوة تعالى دو دستي مبارك فيها وشعيستي بأخوة وكفرمي يد الله ملأة دستي خاطر لا زاناً أقول قدره يد الله ملأة يد الله ملأة يد الله ملأة دستي خاطر لا يغيضوا نفقا كذي بخشى نفقوا بخشيني الله ليكمنا كاتوا سحاء الليلة والنهارة سحاء يعني كثير العطاء دعي إلى حديثة كانت تردى حديثنا فرمي إن الله يقبض يقبض قبض بدستي يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه قابوا بدستي كي زي بدستي كي آسمان كام وكل أخذي قرآن إجداته دعي إلى حديثة كي دعي أوداء يقبض الله الأرض وكل قرآن هاتوا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قابوا زور برون وآشكرايه نصي قاطعه يوجد مجاله يوجد تأويله يوجد تأويله يوجد تأويله بقدره برشتانه إلا مغاركسة قلطاء بخيبكات يعني ري ونكدبه أجنازه برون وآشكرايه دعي الحديثة كي دوائي أود زيادة الرون زيادة أصبع لأن الله يمسك السماوات على السبع أصبحتها في الناس وحن يصبح الأمان وللعوة الأمان ترسم ترسم من المعنى لا يصبعا هو أو هذا أو هذا أو أعلى، أو هذا إحنا وحن نبغي السبعا لا يَنْمَرُون بسبعة عامية بلام اصبعه بنص وكمانية براوته ليس كمثله شيء بلام يسمى يسمى اصبعا بلام حقيقة اصبعه كيفية تكون ايمن هذا بلام اقول بلانيات قدرية اي اصابع اي اصابعك اي انا بهم حديثان اي اصابعك اباحثان اسم متى اتفاقي بهذا النووية تدبه اتفاقه بخاري مسلم كيفية بخاري قدره دليل صحيح لا يمكنك تأويل لك لا يمكنك تأويل لك كما نص نص لك نص لك لا يمكنك تأويل بقدران دليل إمكاني تأويل لك إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع تفاصيل لحديثك وهذه تشنية كائمة لأن تأويل لك تشبه لك أيها المخلوقات وأن تأويل لك لأن تأويل مخلوقات وكل تأويل ولا تتأويل وكلمة وكلمة فإنكت حقا فهذا يقول تقول فضحك رسول الله لا فإنكت 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له يعني تعجبا من هذا العلم الذي يعرفه هذا اليهودي وصدقه باورغ الظاسم اوه يهودي باسي كد اوه علم موروثا لتوراة وارغنا لتوراة وانجيلك يشيء اسمه وصفاتي النبوة عجبا بوب المسلمان بناوي جا جا شرقي جا جا اسماء الصفات نعم تعجبا وتصديقا له باجر وحديثي ان الله يمسك السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والشجرة والثرى على اصبع تاكو تاكو حديثك بويا اما بارمان بيتي واهيك شمعن لقالي نيا ببالقيشي يعني اكي لو بلقب قوتاني لاسر يدها توكى حقيقية يد حقيقية بقرينة بقرائن قرائنة القبض والامساك يمسك يقبب بيمينه يطوي اما نكشت قرائنة بوعوي ام يدك لقرآن هاتو يدنك قدرة في قرائنة قرائنة في زور زور هيا لو انا امساكوا طيوا قبضوا اصبعوا اصبعوا هاتو ميبالقيشي ام يد يدك حقيقية تأويل قبولنا تأويل قبولنا تأويل قبولنا تأويل قص caught caught يوجد بكث يوجد ك geschrieben يوجد كثير من شخص ما الذي أcheer команه هلأني اريد شخص هلأني اريد искر هذا competitive لا تأود كثير من الوصول ما أعلمه لك؟ كيف أعلمه لك؟ بالنسبة لكي شخص كابو ما شخص يعني مرتفع هذا ما يكبرز منفصل شخص ما شخص يعني ارتفع وانفصل أخوة تعالى لأنه يوم مخلوقه كانت تواوتها نخير تقرب مخلوقه كانت نخير فإننا الاتحاد لا اتحاده حلول أخوة تعالى منفصل كابو سبحانه وتعالى شخصا أي ارتفع وانفصل متحده حاليا كيف أنه مخلوقه كان وكذلك لأنه مخلوقه كانت هل لديه مخلوقه كانت تحت لكي شخص لا يوجد شيء أولا قولي في غنبري صلى الله عليه وسلم بكارات ومسألين غيريش بكارات و وتعبد لو حديثك أفرمئة تعجبون من غيرة سعد سسترمانتاً لبغيرة سعد والله لأنا أغير منه سعد غيريها في غنبري غيريها سعد غيريها سعد غيريها سعد غيريها غيري رسول الله غيريها غيريها وغيريها سعد غيريها غيريها مخلوقها واندازها بلهم لنا غيريها غيري سعد غيريها غيري رسول الله هر غيريها وكناو بلهم بلهم وكو أندازة وكو تشيو تشيو جوازة غيري الله هر غيريها ورسول الله شخصدك بلهم بلهم يثباتي سفى غيريها بلهم 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 تشبيه لغيري مخلوقنا لم يشكي إنسان هذا حبي والله أعلم بلهم بابو قل ألي شيء أكبر شهادة قل الله فسمى الله تعالى نفسه شيئا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شريئا وهو صفة من صفات الله وقال كل شيء هنا لنكلا وليها حدثنا عبد الله بن يوسف أكبرنا نادك عن نبي حازم عن سهل بن سعد وقال قال نبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أماعك من القرآن شريئا قال نعم سورة كذا وسورة كذا بسورة سمى ها أمبادا إمام بخاري دعنا وابو أوي آية أتوانين لفظي شيء بو الله بكاربينين يعني لفظي شيء بو قرآن بكاربينين أبيني وزواني إثباتي كدوا بالي بو خواشة وإن أبيني الشيء بمعنايك بمعناي موجود الشيء بمعناي موجود بو قرآني شلو تريد الشيء بو خواشة 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 لقد أبي بو خواشة بو خواشة بو خواشة بو خواشة تقول الكريسي بخاري شخص لا تقوم بخاري سألت فى شخص سألت فى شخص وانه يجب أن تتعلم بخاري شخص لا تقوم بخاري سألت فى شخص بخاري فى شخص تحبه الله وإنكسك بطن بين يواء بن بطال يجب تيجمعها لأنه عالمك ويجب أما مسأليك علمية رئيس وحرمت ما نيبه اجتيادكان ينبعهم خلطة بابكان أو بخاريس لا يفكر ولا لفظ حديثكان أما كلمي الشيء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل أي شيء يعني أي موجود أكبر شهادة قل الله لابران برجو عبكي أي شيء الله هل يقال لله شيء 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 نكأ الأشياء المخلوقة شيء بمعنى موجود موجود بس أما كلمي الشيء وإمام بخاري أفرمت فسم الله تعالى نفسه شيئا حيش تأويله كبير نوع بخاري خوين نوع نوع بشيء فسم الله تعالى نفسه شيئا وسمى النبي في أغنبري صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا القرآن تريد شيء وهو صفة من صفات الله القرآن صفة لصفات الله يعني صفة الله صفة ذات الله وبقرآن جوتلا والشيء وقال كل شيء هالك إلا وجهه ما بس لم استثناء أوي مستثناء ومستثناء منه ليك جنس ليك جنس بمعناي الله شيئا وكل شيئين الشيئا استثناء كمفرغنية متصلة ليك جنس كل شيئ هالك إلا وجهه كابو أمان بلقين وهروها حديثك كشف المئ أمعك من القرآن شيء القرآن ناونا والشيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا بقروا فلان وفلان وكل حديثك لا أتوا بالشيء ناوي برد كابو يطلق على الله أنه شيء وعلى القرآن أنه شيء بلام وطمان شيء بمعناينا كشيء كمخلوق وكوشتمك إما أي بينين قابو الشيء يجوكوا باقي صفتكان التير بس أو أنه بمعناي وجود يا أبو الله ببيت تكييفي يا تشبيهي باقي موجوداتي تروى والله تعالى أعلم وصلى الله وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر